مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفتاحها جيدة اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم ملوية بطريقة سهلة و بسيطة و يجي ناجح 100% بالنسبة للمكونات نضيف الدقيق وضع الفينو وضع الفرينة نضيف لها قليلا و قليلا الخمير و المبارد قليلا العجينة حتى نحصل على العجينة تكون مجموعة و لا تكون تلتسق باليدين و مرخوفة فأدور قوام العجينة نضيفها قليلا فضروري نخدمها قليلا بالكف باش ينسجموا فيها جميع المكونات بعدما خدمت العجينة قليلا نقطعها الى قطع تكون متوسطة الحجم و نتكلم و نشكلها كوائرات صغيرة و سنكلم و سنكلم كمياء يدي كاملة كنضيف شوية ديال الزيت وكنوضع فيه الكويرات وبعد ما كنكمل نشكل الكيميالي عندي كاملة كنرش الكويرات هكا بشوية ديال الزيت وكنوضع لهم تخليهم ارتاحوا واحد العشرة ديال دقيقة قريبا من بعد كنناخد العجين كننسطوه بالزيت فانا هنا هاد الملوي غير الزيت كنخلطها كزيت الزيت والمع زيت نباتية طبيعة الحالي اللي كتبغي الزبدة دوب وشوية زبدة وديرها مع زيت نباتية ورقوبها فانا كننخدم بزاف بالزيت من بعد كننرش العجين بالزيت وكننرش بسميدها رقيقة الخاصة بالحلويات وكننطوي على الشكل اللي كتشوفها معايا فهذا هو الطريقة اللي كندير وكننرقق العجينة فانتمنى ان يعني الطريقة تكون واضحة في الاخر كننرش بشية ديال سميدة وكننحاول هكا ما كان نخدمش بالزيت بزاف وبهكا تنحطو على ملوي لي هو سهل بزاف كيف ما كتشوفوا معايا فهي البنات كان عدة طرق باش نخدمو بها الملوي انا اليوم ما وريشكم هالطريقة هادي بعد ما كملت كمية اللي عندي كاملة سنرقق العجينة وكننضعها في مقلات اللي خليتها كتشخل فوق النار كننرش بشية ديال زيت من تحت او من الفوق وسنخليو الملوي ديالنا كي طيب وبالنسبة للطريقة ديال البنات كنستعمل المدلك فهاد القضية بنسبة خاصة اللي بنات كيكونوا مبتدئات باش ما تجيكم شو يعني بلاصة غليضة وبلاصة رقيقة فاخدمو بالمدلك كتجيكم يعني السمك مقاد وبالنسبة للرقفة ممكن يعني تخليوه رقيق ترقوه او تخليه غليد شوية فانا كنفضل لهكا المسمن ولا الملوي كون رقيق متا نبغيش الغليد فكنرقوه شوية كيف ما كتشوفوا معايا البنات الملوي بده كيتحمر فورا كيتحلم الجواني بكيف ما كتشوفو كيتنفخ هانتشو ما شوفوا معايا هنقرب لكم الكاميرا فكيجي محلول من الواسط وبطبيعة الحال خصنا نطيبهم زيان باش يدخلوا الطياب ما يبقاش نخضر من الداخل نطيبه صافي بعد ما نكمل الكيمية اللي عندي كاملة هنرجعوا تشوفوا معايا المسمن ديالنا او الملوي بعد ما وجدناه فهذا هو الملوي البنات اللي وجدك كيف ما كتشوفو كيجي رطب وراشي ومحلول فانا يرققتو بغيتو هو غليد معاكو ايلا تخليوه غليد كيجي علها تشكل هذا وكيجي في نفس الوقت البنات مقرمش ولديد فانا خدمتو على شكل ملوي وعلى شكل مسمن كيف ما كتشوفو معايا كيجي ولا ارواع نتمنى الفيديو اليومينا لإعجابكم ما تساونيش ملي لايك ديالكم تعليقاتكم اللي كتشجعني والناس اللي كي يزوروا القناة لأول مرة ما تنسوا واشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وما بقى لي إلا نخليكم مع هذه اللقطات او لهد صور وإلى اللقاء